مولدوفا تشكوان تتحول إلى ساحة جديدة للحرب بالوكالة بين الغرب وروسيا هذه جمهورية الواقعة في خسرة أوكرانيا الغارقة في حرب مع روسيا تحلم منذ سنوات بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عبر بوابة رومانيا المجاورة لكن هناك مشكلة روسية اسمها إقليم ترانسنيستريا هذا الإقليم الصغير المساحة يقع بين أوكرانيا ومولدوفا ويطالب منذ 2006 بالانضمام إلى روسيا ومنذ عام 2014 تاريخ ضم القرم طالب الإقليم رسميا من مجلس الدومة الانضمام إلى الاتحاد الروسي الصراع بين إقليم ترانسنيستريا الموالي لموسكو ومولدوفا الموالي للغرب تفجر هذا الأسبوع بمطالبة انفصالية لإقليم الحماية المباشرة من روسيا وفرضت سلطات مولدوفا رسوما جمركي على السلع الواردة من وإلى الإقليم واشنطن دخلت سريعا على الخط وأعلنت دعمها لسلطات مولدوفا على الخريطة تبدو الأطمع واضحة بين موسكو وواشنطن فجمهورية مولدوفا لديها منفذ مباشر على البحر الأسود والنقطة الأقرب هي ميناء أوديسا الأوكراني لكن قوات انفصالي إقليم ترانسنيستريا غير بعيدة عن هذا الميناء الستراتيجي علما أن نحو 1500 جندي روسي ينتشرون في هذه المنطقة الانفصالية ضمن قوات حفظ السلام توتر جديد من شأنه تعقيد الوضع لأوكرانيا والمولدوفا السعيتين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في وقت يتجه إقليم دونباس الأوكراني ليكون جزءا من الاتحاد الروسي وقد يرفع إقليم ترانسنيستريا المولدوفي قريبا العالم الروسي